جداً رغم الغيابات الكبيرة والنهاردة عايز أشيد بالخطوة اللي حصلت النهاردة اللي احنا عملناها أو بنعملها بلنا ثلاث سنين ان احنا بنزيع مباريات الناشئين على هوا مباشرة نهاردة لما تلاقي قناة الزمالك بيتزيع مباراة بين الأهل والزمالك وايضاً نهاردة أونسبورت بتنقل مباراة ايضاً خطوة جيدة خطوة دي بتديناها وقلنا دايماً لو عايزين نبتدي صح ابتديها من تحت صلح من تحت ابن القعدة مظبوط هيبع عندك كرة قدم حقيقية في مصر هتطلع عشبال وناشئين على أفضل مستوى بهني فريق 2005 المسؤولية زي ما كابتن حسن قال فترة جاية مهمة فوز النهاردة صفحة نقفلها عندنا مباراة جاية مهمة من بيراميدز وان شاء الله تكون المباراة معانا على قناة الأهلية على الهواء مباشرة نروح لخبر مهم النهاردة الكابتن محمود الخطيب بيستقبل النهاردة سفير الأرجنتين ويهديه درع وعلم النادي الأهلي زي ما احنا شايفين معانا على الصور النهاردة كابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي استقبل ظهر اليوم مستر جنزال وسفير الأرجنتين بالكاهرة خلال زيارته لمقر النادي الأهلي في الجزيرة وحرص الكابتن محمود الخطيب على الترحيم زي ما احنا شايفين بالسفير الأرجنتيني وقعدوا جلسة مطولة ناقش معه يعني خلالها العديد من الأمور المتعلقة بتعزيز أوجه التعاون بين الجانبين خلال فترة المقبلة وقام السفير جنزالو بجولة داخل مقر الجزيرة تفقد فيها زي ما احنا شايفين ملعب مختار التيتش وأيضا صارت الأمير عبدالله الفايصل والنصب التسكاري للشهداء وصارت الجنباز ودولاب البطلات خد جولة النهاردة عشان يتفرج على البنية التحتية على النادي الأهلي على الملعب ودي علاقات مهمة زي النادي الأهلي بيبني علاقاته مع كل الدول حتى بص الرجل عنده لمسة أرجنتيني لازم عنده لمسة فنية أي واحد أرجنتيني وانت مغمض لمسة فنية طبعا يعني بتكلم على ماردونا على ميسي النهاردة كمان في ختام الزيارة كابتن محمود الخطيب أهدى السفير الأرجنتيني درع وعلم وأميص النادي الأهلي وأيضا حرس السفير على تقديم أميص منتخب الأرجنتين للكابتن محمود الخطيب وعبر النهاردة السفيرة عن ساعته الكبيرة بزيارة النادي الاهلي ومقابلة الكابت المحمود الخطيب ودايما يعني حريص انه يكون فيه استمرارية ان شاء الله خلال فترة جاي وزي ما احنا شايفين كان برضو فيه زيارة للنصب التسكاري للشهداء وصالة الجنباز ضرب البطولات وصالة الامير عبدالله الفيصل جولة مهمة عشان يتفقد يعني وكان الراجل يعني ابدأ اعجابه الشديد بالنادي الاهلي ونجاحاته اللي مسامعه في العالم كله من خلال كاس العالم للاندية من خلال البطولات القرية في افريقيا وهي دي رسالة النادي الاهلي اللي بيقدمها للجميع اللي بيقدمها في علاقاته مع كل الدول اللي بسافرها مع كل السفراء اللي موجودين في مصر رسالة ودور النادي الاهلي مش مجرد مكسب بطولة ومباراة كرة قدم لكن هي دي الحاجات اللي بتدوم وهي دي علاقة النادي الأهلي ودي برضو زيارته لصالة الأمير عبدالله الفيصل نروح للقرارة